اهلا بكم من جديد افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعليات مؤتمر الشرق الأوسط وافريقيا لزيت الوقود المتبقي تحت شعار الحلول المثلى لرفع مستوى المخالفات البترولية وذلك لبحث المعالجات التكنولوجية لزيت الوقود المتبقي في صناعة النفطية وقال معالي الوزير إن لزيت الوقود المتبقي أهمية متزايدة لصناعة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا ودول العالم لسيما في ظل التحديات التي تواجه مصافي معالجة الخامات الثقيلة في الاستفادة الكلية بالمتبقي الزيت من نواتج التقطير منوها بأن مصافي النفط بحثت عن مشاريع منخفضة التكلفة مع العوائد المرتفعة مثل مشاريع إزالة الإختناقات وتحسين البنية التحتية وإنتاج منتجات تنفسية شركة بابكو هي الدعم الرئيسي لمثل هذه المؤتمرات وهي مؤتمرات متخصصة في تغنية التكرير وتحويل الوقود أو النفط الخام إلى منتجات التكرير هناك مستجدات كثيرة في التكنولوجيا تواكب متطلبات هذا الزمن هناك مواصفات بيئية جديدة وحديثة يجب التعامل معها وكل ذلك هو هدف مشروع توسيعة بابكو اللي الآن تسعة أشهر منذ البدء في توقيع عقد الإنشاء سيستمر أربع سنوات إن شاء الله قادمة وإن شاء الله تكون بابكو مصاف أفضل مصانع التكرير في العالم ومنتجاتها تواكب كل المواصفات الحديثة اللي يطلبها السوق نتبع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتبع النشرة مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات اليوم ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث تراجع مؤشر البحرين العام في نهاية تدولات اليوم بنسبة 0.46% مقفلاً عند مستوى 1325 نقطة وذلك عائد لتراجع مؤشر قطاعات البنوك التجارية وأيضاً الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتدولة اليوم 13 مليون و141 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 3 ملايين و 268 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 99 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 95% لجمال التدولات أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد شهدت تعافي في التدولات اليوم بدعم من ارتفاع أسعار النفط العالمية نبدأ قراءة التدولات أو الإغلاقات مع سوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة 0.91% مقفلة عند مستوى 7916 نقطة بدعم من ارتفاع أسهم البنوك وشركات البترو كيمويات نتحول إلى مؤشر سوق الأول في بورصة الكويت التي شهدت ارتفاعا بنسبة 0.17% مقفلة عند مستوى 5327 نقطة وذلك بدعم من تقدم ثمانية قطاعات ويقودهم قطاع الاتصالات بنسبة إلى سواق دولة الإمارات العربية المتحدة فكانت مغلقة بمناسبة اليوم الوطني المجيد أما بنسبة إلى سوق مسقط اللوراق مالية فقد أغلقت على ارتفاع أيضا بنسبة 0.73% مقفلة عند مستوى 4450 نقطة مدعوما بارتفاع جميع مؤشرات البورصة العمانية التقى ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود الرئيس الروسي فلادمير بوتين وقد جرى التوافق على تمديد الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط وكانت روسيا قد أكدت أن توطيل العلاقات مع السعودية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار أسواق النفط العالمية في الوقت الحالي لسيما في ظل العديد من التحديات التي ينتظرها من جهته قال الرئيس الروسي أنه لا يملك أرقاما محددة بشأن خفض إنتاج النفط رغم أن روسيا ستواصل مساهمتها في خفض الإنتاج العالمي وتتفاوض روسيا مع السعودية بشأن وقت حجم أي خفض للإنتاج أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن ميزانية السعودية المقبلة ستكون تنموية توسعية ولن تختلف كثيرا عن أنقام البيان التنمهدي الذي أعلن في سبتمبر الماضي وأوضح الجدعان في مقابلة مع قناة العربية من بوينس آيرس حيث عقدت قيمة مجموعة العشرين أن الاقتصاد غير النفطي نمى بنسبة 2% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 0.1% في العام الماضي وأشار إلى أن الصناعات التحويلية غير النفطية نمت بنسبة 5% في النصف الأول وكشف أن الإرادات غير النفطية باتت تغطي 30% من الميزانية لديها خطة سراتيجية واضحة فيما يتعلق بالدين لدينا مبادرات بدأناها بتعميق السوق المحلي تعميق سوق الدين أنشأت وزارة المالية برنامج المتعاملين الأوليين وأطلق هذا العام نأمل أن يستمر تعزيز سوق الدين المحلي وننوي الاقتراض من السوق المحلي بطريقة ممنهجة لا تزاحم القطاع الخاص أيضاً نود أن نستمر في الوصول إلى أسواق الدولية وتعزيز علاقاتنا بالمستثمين الدوليين وبإذن الله السنة القادمة نعتزم الاقتراض دولياً ومحلياً استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من نصف حركة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير وحتى شهر أكتوبر العام الجاري وفقاً لتقرير لشركة فوروردس كي المتخصصة في تحليل بيانات الطيران وأظهر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط سجلت نمواً ملحوظاً في عمليات حجز الرحلات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ويعتبر التقرير أن دولة الإمارات تشكل الوجهات الأكثر أهمية في سوق النقل الجوي بالشرق الأوسط باستحواذها على نصف الحركة الجوية وبتسجيل نمو إيجابي يزيد على 2% مقارنة بالتراجع الذي سجلته الوجهات الأخرى بالمنطقة خاصة قطر التي شهدت هبوطاً حاداً في حركة القادمين من أسواق الشرق الأوسط بنسبة تزيد عن 34% نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل السلطات الألمانية توصل حاملات المداهمة على مصرف دويتشا بانك للاشتباه في غسل الأموال ارتفعت إرادات قناة السويس المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 506 ملايين دولار بزيادة نسبتها 7.75% على أساس شهري وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية إن عائدات القناة حققت 4.8 مليار دولار منذ بداية العام الجاري لغاية أكتوبر بزيادة بنسبة تزيد عن 10% وأشار إلى أن نحو 12% من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس وتعتبر قناة السويس ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وأسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للحكومة المصرية وقعت شركة النفط الجزائرية الحكومية سونا تراك عبر فرعها للهندسة المدنية عقداً مع الشرطة البريطانية لهندسة المحروقات بيترو فاك بقيمة 600 مليون دولار وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية إن العقد يدخل في إطار تطوير حقول الغاز الطبيعي الجزائرية ويتضمن العقد إنشاء محطة عزل وضغط الغاز الطبيعي ويهدف المشروع إلى رفع إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي من أحو 4.7 ملايين متر مكعب من الغاز الخام في اليوم وتعد الجزائر من أهم الدول التي تصدر الغاز إلى أوروبا رفقة روسيا والنرويج اتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس الأرجنتينية على عدم فرض أي رسوم جمهوركية جديدة بعد الأول من يناير وقالت صحيفة تشاينا ديلي إن ترامب وشي اتفقا على عدم فرض أي رسوم جديدة بعد تاريخ الأول من يناير التاريخ الذي كانت الولايات المتحدة تعتزم فيه فرض رسوم جديدة على باقمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إليها وكان هذا الاجتماع منتظرا بشدة بسبب تأثيراته المحتملة على الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحد الأدنى للأجور بنسبة 150% وذلك في سادس تعديل خلال عام 2018 في طار خطة إصلاح اقتصادي لم تفلح حتى الآن في القضاء على التضخم في البلاد وبهذه الزيادة يرتفع الحد الأدنى للأجور من 1800 إلى 4500 بوليفار أي نحو 50 دولار أمريكيا وبسبب التضخم الذي بلغ هذا العام 1350% بحسب صندوق النقد الدولي فإن هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء ثلاثة كيلو جرامات من اللحم وأشار مادورو إلى أن هذه الزيادة باعتبارها أول عامل تصحيح للمخاطط الاقتصادي الساري منذ العشرين من أغسطس ويشمل المخاطط أيضا خفضا لقيمة العملة المحلية بأكثر من 96% وزيادة في الضرائب انكمش اقتصاد إيطاليا خلال الربع الثالث من العام الجاري في القراءة المعدلة يسجل أول التراجع في أربع سنوات ويضيف ضغوطا جديدة على الحكومة الشعبوية في مواجهتها مع الاتحاد الأوروبي وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات الوطني في إيطاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي وبهذا التراجع يسجل الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا أول انكماش منذ الربع الثاني من عام 2014 ومن شأن هذا الانكماش أن يعرقل خطط الحكومة الشعبوية في إيطاليا لنمو الاقتصاد حيث تستالف نموا قدره 1.2% خلال العام الجاري والآن نتابعوا أبرز مؤشرات لأسواق العالمية وسعر النفط المعدن الرئيسية وصلت السلطة الألمانية حملة مداهمات على مصر في دويتشا بنك للاشتباه في غسل الأموال وقالت متحدثة باسم الإدعاء العام في مدينة فرانكفورت إن الحملة تواصلت لرصد مزيد من الأدلة وكانت السلطات الألمانية نفذت حملة مداهمات واسعة شملت عددا من مقار مصر في دويتشا بنك وتشتبه السلطات في أن عددا من موظفي البنك ساعدوا متهربين من الضرائب في تأسيس شركات عابرة للقارات في دول تقيم تسهيلات ضريبية واسعة وتعرف في الأوساط المعنية بأنها ملاذات ضريبية وغسل أموال حصل عليها بشكل غير مشروع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر